بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هذا سؤال وجيب مفروح هل تعلمون ماذا يريد الله تعالى اسمعوا إلى هذه الآية الموجودة في سورة النساء والله يريد أن يتوب عليكم خالقنا ورازقنا صاحب الفضل كله على العالمين يريدنا أن نتوب فيتوب علينا أجمعين حتى نرجع إلى الجنة التي أخرجنا منها إبليس العين ولذلك أرسل الرسل عليهم السلام وأنزل الكتب لواسطة الملائكة الكرام ليدلنا على طريق الجنة فندخلها بسلام ولذلك قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط إنه تواب يحب التوبة على الجميع لا تدره معصية العاصين مهما عظمت أعمالهم فأين التائبون لذلك ذكر سبحانه وتعالى قصة الذين حرقوا عباده المؤمنين في الأخدود لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد ثم خاتبهم بقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة وذكر تعالى أخبث أهل النار وأسفلهم منزلة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ولأنه يحب التوبة فيقولوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين والله يريد أن يتوب عليكم لذلك ينزل كل ليلة ليسمع أنين الطائبين ويجيب دعاء الداعين ويغفر لعباده المستغفرين فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وختم الأسبوع بساعة لا يسأله عبد مسلم شيئا إلا أجاب دعاء اشتركوا في القناة